اشتركوا في القناة نعم في مسند الإمام أحمد صوموا يوماً قبله ويوماً بعده خالف اليهود وفي لفظين أو يوماً بعده ومخالفة اليهود تكون إما بصوم اليوم التاسع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن بقيت إلى قابل لأصوم التاسع يعني مع العاشر وتكون بصوم يوم بعده لأن اليهود كانوا يفردون اليوم العاشر فتحصل مخالفتهم بصيام يوم قبله أو يوم بعده وقد ذكر المقيم رحمه الله في زاد المعاد أن صيام عاشورى ثلاثة عنوان إما أن يصوم اليوم العاشر وحده أو مع التاسع أو مع العاشر أو يصوم الثلاثة وصوم الثلاثة يكون فيه فائدة أيضاً وهي الحصول على صيام ثلاثة أيام من الشهر ترجمة نانسي قنقر